اشتركوا في القناة المواجهة التانية هنتكلم فيها عن الجامعات الاهلية واهميتها في تطوير منظومة التعليم باعتبارها نموذج متقدم من التعليم الجامعي ضيفي هنا هيكون دكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة الاهلية لكن زي ما قلت لكم الأول هنتابع أهم الأخبار وهنبدأ بالافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية في محافظة السعيد خلوني هنا أتوقف أمام توجيه الرئيس السيسي للحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة تمهيدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها وأكد الرئيس أن الدولة بتسعى إلى مسندة المخالفين لتصحيح مصارهم والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معا في تصويب أوضاعهم ودمجهم في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة خلونا نشوف جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كان طريقة اللي عمل بتاعتها دكتور مصطفى مش يعني مش مظبوطة يعني طب أنا ما أخليه مظبوط يعني القضاء بتتعمل عشان هو مخالف طب ما أنا أشرع عنه أقنن الوضع أعمله بقى رح واخده ده على طول قوله تعالى يعني أنا أسف يعني مسكناك غلط تعالى نعمل الصح يعني أنا أحاولك على حاجة دكتور نيفين ما أعرفش كلام اللي أقوله ده مناسب ولا لا دكتور مصطفى يا جماعة لو أنتم النهاردة مسكتم مثلا جمعة مصانع في القاهرة طب أقرب منطقة صناعية للمنطقة دي إيه ما دي أكيد حاجات تحت يعني معبولة كده يعني طب ما تعالوا في المكان ده ويشتغل ونقنن له وضعه ومش بنقنن له وضع عشان أخد منه حاجة وأنا بقولها الكل اللي بيسمعنا هو هتفتكروا أن البلد هدفها أنها تستجدي درائب لا إحنا مش عايزين حد مننا يغلط ومش عايزين حد مننا يبقى في مواجهة القانون مش بنستيضلك الغلط بالعكس إحنا بنحاول بالكلام اللي إحنا قلنا ده وإن إحنا نقول إيه إنت حاولت حتى لو حاولت غلط إحنا معاك معاك إن إنت تحاول بس مش معاك إنك إنت تعمل إيه تعمل غلط معانا على التيفون دكتور مصافة بدرة أسادة التمميل والاستثمار والخبيل الاقتصادي دكتور أهلا بيك والرئيس وجه زي ما سمعنا كده بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة بتشوف إزاي أهمية هذا التوجيه والمكاسب الاقتصادية اللي هتعود على الدولة والمواطن منه نسأل خير لحضراتكم ده توجيه في غاية الأهمية فن فخامة الرئيس بيسعى دايماً إن يكون فيه سبل دمج النشاط أو الأنشطة غير النشطة اللي هي بسميها الاقتصاد الموازية يعني اللي هي غير شرعية لدمجها للاقتصاد الرسمي واللاقتصاد اللي هو الشرع إنه بادي فخامة الرئيس بيدي أطروحة جديدة لأستاذ المسؤولين الترغيب وليس الترغيب طالما النهاردة وضعنا أطر لعملية التقنين الأوضاع أو زبطنا بعض من الشركات المخلفة يريد بقى ندعمهم ونخليهم يكونوا مسجلين رسمياً لدى النشاط الاقتصاد حق الناس بقى عارفة إن ده هيكون ده مرضود كتير جداً سواء عليهم أو على الدولة كمان وده بنسميه التغير في السياسة الاستثمارية يعني ممكن النهاردة صحيح الحكومة أو الأجهزة المعنية بتقوم بالدور القانوني والرسمي ومفكر التشريعات في ضبط اللي هي المصانع والشركات وكل الأنشطة الغير رسمية لأن طبعاً ده لها طبعاً أضرار قطبي ليه؟ لأنها بتقوم ببعض من العلامات التجارية المقلدة أو بتصنع بعض من المنتجات غير الصحية فالنهاردة فخامة الرئيس بيدي توجيه طبعات الناس دي تعملينهم دراسة ووجوهم يعملوا إيه؟ دي نمرة واحدة دي نمرة اتنين حق الناس كمان تبقى عارفة من أنت ممكن يجيلك وقت وتغلق خالص أو تجيلك تزالة أو يجيلك أي وقف للنشاط لأي الدولة بتجيلك مكان في المناطق الصناعية الجديدة هتقدر تستفيد أن أنت تشغل عمالتك أموالك هتكون في الزياد هتقدر تستفيد من المبادرات اللي بتقوم بيها الدولة أربع أو خمسة كمان في نقطة مهمة في غاية الأممية هتقدر تخش الجهاز المصرفي تقترد منه وأنت مطمئن في مبادرات الدولة بتقوم بيها فاندم أن هي بتخلي التعريفة الجمهورية وأيضا الرسوم الضريبية في أدنى حدودها للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتنهات الصغيرة فالتوجه النهاردة إن شاء الله لو قامت عليه الحكومة بتنفيذه خلال الفرحلة القادمة أعتقد ده هيكون مرضوده كبير جدا على الوضع الاقتصادي وهيزيد من الحصيلة الضريبية متمنى فعلا أن يكون هذا الفكر هو السياسة المارينة فعلا في تقوير طيب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيضمن العديد من المزايا لأصحاب المصانع غير المرخصة والراغبين في توفيق أوضعهم لأي مدى ممكن نقول أن ده بيؤكد على حرص الدولة على إدماء قطاع الصناعة غير الرسمي في القطاع الرسمي يا دكتور مصطفى خلينا نقول يا فاندم القانون يسر لكثير من الناس اللي هي زي ما بتسمى كده المشروعات الصغيرة وحتى متنهات صغيرة اللي هو أبو 50 ألف حتى 250 ألف جنيه يعني أكيد أنه محل بسيط خالص وأيضا اللي هو بيزداد عن كده بتكون الدريبة اللي هو بيحملها من حجم الأرباح برضو أقل من ذلك ولكن هو التخوف دايما يا فاندم يقول لك التعقيدات أو البيوكراطية أو مشابه لذلك علشان كده النهاردة تلاقي حضرتك فيه بكلام السيد الرئيس بيوجه أن يكون خلق سندوا الناس خدوا بأيديهم كده ويقولوا لهم تعالوا إحنا هنعمل لكم الإجراءات علشان ما يبقاش يعني تخوفوا من البيوكراطية أو من العقاب أو التشتعات القانونية اللي هي بقالها فترة الناس لسه يا فاندم لغاية دلوقتي وأنا بكلم حضرتك مش قادرين إن هم يستوعبوا إن هو يخش المنظومة عنده دفاتر واسجلات رسمية ليه؟ لأنه هو تعود بقاله عشرات السنين بيشتغل ويلاقي إقبال من الناس بتشتري منتجاته ويقول لك إني خليني ألجأ للحكومة رغم إنه ممكن تتضاعف استثماراته عشرات المرات في مقابل إن هو يخش في الاقتصاد الرسمي يكون عنده سجلات رسمية أو ما بيسمى بالدفاتر بالدفاتر الشرعية لتطبيق الدراز هذه كل الفكرة بتاعته للأسف يعني تخوف بس ألو طب كان ضمن المشروعات اللي افتتحها الرئيس النهاردة مجمعات صناعية أهمية المجمعات دي إيه دكتور وانعكاسها على التنمية في السعيد شوف يا فاند الوضع ده في غاية الأهمية أولا النهاردة الوزيرة بتتكلم إن فيه يعني تغير أو زي ما بيسمى كده فيه خريطة استثمارية جبيرة جدا تقريبا 13 منطقة لوجيستية مناطق صناعية موزعة على السعيد السعيد يا فاند من النهاردة يعني لو شفناه كمان خمس ست سنين هيبقى مناطق جذبة أكثر للاستثمار لإن الاستثمار النهاردة بيبنى على بعضه فالنهاردة لما شوف التخطيط اللي وضع فيه الخمس سنوات أو ست سنوات الماضية هيبقاش فيه هجرة غير شرعية مفيش هجرة هتبقى داخلية ما بين المحافظات وبعضها النهاردة هيبقى فيه جذبة للاستثمار ده فهتزيد حركة الأموال والتشغيل داخل المحافظات الأمور ده يا فاند من النهاردة كمان زي ما الناس بتتكلم احنا فتحنا طرق الطرق دي شرعيين لزيادة الانتاجية زيادة المجتمع المجتمع النهاردة يا فاند من بيعتمد 90% منه على حركة الطرق التنقل لإن احنا النهاردة التحديث في وسائل السكاك الحديدية لسه وقت قريب بقى النهاردة سنتين الفريق الكاميري الوزيري متمسك ان هو يكون قادر على بناء المنظومة بالتام فاعتمدنا في الدولة المصرية فاند من على الطرق دي هتزيد من حركة التوصين للناس في المجتمعات هتوسح حركة النشاط التجاري هتزيد الاستثمارات ده كل فاند من مربوط بالمناطق الصناعية اللي قامت بيها الوزيرة اتحدثت بيها نجين جامع وايضا كمان نهضى السيد الرئيس يتيحوا للناس ان يكون المصنع دي ده يسمى كده بالمفتاح وصلوا لها المية والغاز والقهرباء اعتقد ده امور يعني اطلاق الاستحسان لده كل المستثمين هاي لانا بشكر حياتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة أسادة تمويل الاستثمار والخبير الاقتصادي لسه مع افتتحات الرئيس السيسي للمشروعات القومية في السعيد ومن بين المشروعات دي بالطبع مشروعات الطرق اللي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية الرئيس النهاردة افتتح عبر الفيديو كونفرنس محور ساملوت في المينيا ومحور كلبشة في أسوان والمرحلة الاولى من طريق السعيد الصحراوي الغرب كمان افتتح الرئيس السيسي محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف وكبري البلينا في محافظة سهاج والمرحلة الاولى من محور ديروت في محافظة أسيود وازدواج طريق مرس عالم سفاجة القصير معنا على التليفون مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات وهندسة الطرق مهندس جمال مساء الخير وشايف ازاي اهمية المحاور والطرق الجديدة اللي افتتحها الرئيس النهاردة في محافظات السعيد مساء النوري فنم النهاردة احنا بنتكلم على كما تحدث فخامة رئيس الدولة على ان هذا الاسبوع هو اسبوع السعيد اسبوع السعيد ده مهم جدا للافتاحات اللي بتحصل بداية من شركة أسيود للبترول وانتاج البنزين على الجودة بنتكلم النهاردة على الشبكة القومية الاستراتيجية للطرق هذه الفكرة ظلت حبيثة أبراج لسنوات عديدة الانتنبات الدولة هي منتصف الـ 2014 وحتى نهاية 2019 كان مقرر انها تنتهي لكن لغاية النهاردة نهاية 21 بنشوف محاور جديدة شرايين جديدة شرايين طولية وعرضية اللي الدولة بيفتحها رئيس الدولة دي أهميتها في حاجات كتيرة جدا أول حاجة بنتكلم عليها تخفيض استهلاك المحروقات في الدولة الذي يصل استيراده إلى 16 مليار دولار سنويا وده بيحمل الدولة أو بيبقى عبء كبير على كاهل الدولة المصرية نتكلم على تخفيض الانبعاثات الكربونية السامة من الكربونيكسايد أو النوكساكاديد النيتروجين السامة نتكلم على خفض معدلات الأكسجين اللي موجودة في الجو لذلك هنا هنتكلم على شبكة قومية بتعمل على تقليل زمن الرحلات اللي موجود تقليل استهلاك المحروقات تقليل الانبعاثات الكربونية الزيادة الانسيابية على الطرق نتكلم على مشواركنا بناخده في ساعتين اليوم بناخده في ساعة نتكلم على افتتاحات بتتم بمدن جديدة موجودة بواسطة الشبكة القومية للطرق نتكلم على مناطق لوجستية تضاهي الموجودة في جابة العالي في إمارات العربية المتحدة نتكلم على حاجات كتيرة جدا بتتكلم على الأهم من كده إن احنا عندنا نتيجة لعمل الشبكة القومية للطرق بدأ المستثمر المصري والعربي والأجنبي تتجه أنظار العالم كلها إلى مصر بخصوق افتتاح هذه الشبكة القومية للطرق اللي وصلت تقريبا في حدود 8000 كيلو متر أسفل تكليل ورابعة جفاية الأديم ده بيكلف الدولة تقريبا في حدود من 175 إلى 200 مليار جليل ده بيرفع الدولة المصرية في المنصات العالمية لمقاييز جودة للطرق من المنصة رقم 118 للمنصة رقم 28 وأنا كنت أتوقع عني بنهاية 20-22 إن شاء الله مصر هتقفز أربع خطوات أخرى تصل إلى المرتبة رقم 24 على مقاييز جودة للطرق على مستوى العالم ليه لإنه كان قبل كده الشبكات اللي بتتعمل عندنا كان بيتم إنشاءها على غير مواصفات لكن النهاردة بنتكلم على مواصفات الأشتو الأمريكي بكل ما تحمل من الانترناشنال ستاندر على مستوى العالم ده بيوصل مصر إلى مقاييز جودة للطرق ده عمل إيه في نهاية 2017 قال لنا معدلات الحوادث بنسبة 24% بنهاية 2020 قلت معدلات الحوادث بالدولة المصرية تقريبا في حدود 42% فده إنجاز غير مسبوك للدولة هنا هنجد كمان عشان اشتبك القومية واللي عملته في مصر وكلها مش بكسة فالسعيد نتكلم النهاردة على منظومة النقل الزكي بنتكلم على سيارات تعمل بالكهرباء نتكلم على أوتوبيسات البي ار تي اللي بيتعمل لها النهاردة حارتين شمال وينين على الطرق التائرية في القاهرة نتكلم النهاردة على المونوريل الكهربائي نتكلم على القطار الكهربائي كل هذه المنظومات بتتواكب أو بتنشي بعد استكاه العالمي اللي حصل في 22 أبريل الماضي لما كان فيه اجتماع على مستوى العزمة في قيادة جو بايدن في يوم المناخ العالمي بيتكلم على تتعاحت كل دول العالم خاصة شركات السيارات الكبرى والصناعة انها تقلل معدلات الانبعثات الكربونية بنسب تتراوح من 40 الى 60% فكل ده بتعمله مصر عشان تمشي مع العالم كله في التوجه الجديد كل ده تفقن لرؤية رئيس الدولة 20-30 نتكلم على البيئة والطاقة والسباب عشان الانبعثات الكربونية طاقة عشان نقل المحروقات شباب عشان نقل المعدلات البطالة اللي موجودة في الدولة فكل المشروعات القومية الاستراتيجية اللي بتقوم بيها الدولة المهاربة بتقوم على مفهوم التيم وار كونسب اللي بيعمله رئيس الدولة بها تشوفيه مع وزارة المالية وزارة البترول وزارة الصناعة وزارة النقل وزارة الإسكان الهيئة الهندسية كل هذه المنطقة نعم بالتأكيد انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات وهندسة الطرق شكرا جزيلا لحضرتك هنروح لتنمية سينة شهدت الدولة 17 تجمع تنموي اعادت بها الحياة في مناطق ظلت لسنوات منسية في عمق سينة هنتعرف مع حضرتكم من خلال هذا العرض على الجمعات دي واهميتها وبعد كده نروح لفاصل ونرجع على طول بأول موجهتنا النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضرتكم من جديد الوقت مستمرين في تخطيط فعاليات الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية في السعيد وقراءة في أهم رسائل الرئيس السيسي على هامش هذه الافتتاحات مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل اهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خلينا نبدأ الحقيقة بالاهتمام المتواصل اللي دايما بنشوفه بنلمسه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وافتتاحاته للمشروعات العملاقة الخدمية والاستثمارية فيه بتشوفها ازاي أستاذ عبد الحليم؟ يعني طبعا الزيارة اليوم هاستمرار لما اسمته الدولة بأسبوع الصعيد وطبعا هناك زيارات أخرى جنوبا الفكرة الأساسية أنه تهميش الصعيد أو فكرة التهميش عموما في البلد لأننا هتعاملنا مع البلد على أنها مركز وأطراف الفكرة الأديمة الخاصة بالبروخلاتية المصنية تركيز أساسا على القاهرة ثم نسبيا على المحافظات القريبة منها ثم إهمال ما كنا نسميه الأطراف سواء في السينة من جانب أو في السعيد من جانب آخر أو في قرب الحدود الغربية من مرسى مطروح إلى الجنوب فالفكرة الأساسية الواضحة مع التطورات الجديدة في السنوات الأخيرة أنه محاولة الاتساع بمصر المعمور اتنين محاولة أن يبقى فيه تقارب في أنساق التنمية والمعيشة ما بين المناطق المختلفة وهذا واضح جدا نقدر نتكلم عن سينة نقدر نتكلم عن دلتة جديدة نقدر نتكلم دلوقتي عن السعيد السعيد فيه ظلم تاريخي معروف تركمت عليه العقود وفيه إهمال طبعا الصعيد كما هو معروف فيه 30% من سكان مصر وجزء من يعني رغم أن المساحة الصعيد عموما بما نسميه محافظات الصعيد مصر طبعا بلد لا يمكن تجزئتها لأنها متمسكة حول رأس القاهري الضخم وحول النيل فالفكرة الأساسية ما أنه سميه الصعيد فيه تلتين مساحة مصر يعني فيه تلتين مساحة مصر وفيه تلت السكان تقريبا فيه عدم توازن في العلاقة البشر بالأرض وطبعا ده ترتب عليه أشياء كثيرا جدا ترتب عليه هذا التهميش ترتب عليه أن محافظات الصعيد كانت الأدنى في التنمية البشرية عموما والأعلى في مستوى الفقر أو اللي بيقوله العلي المصريين فقر الضكر فكرة الجريمة بصفة عام نتيجة التساع المساحة وضعف طرق المواصلات فكرة التطرف حتى والميل للإرهاب وإلى آخره يعني فهذه الأمور كلها متربط الجوهر في مفتاح حل كل هذه المشكلات هو التنمية أنا أتذكر هنا وأعيد تذكر ما قاله جمال حمدان والحقيقة جمال حمدان حينها تسكر شخصية مصر تسكر جمال حمدان عن عبقر طبعا جمال حمدان في أوراقه الخاصة بعد اغتياله المريب في أوائل التسعينيات ظهر فيها إحساس بالخوف على مستقبل مصر الإحساس بأن مصر اختنقت وأن نسبة التلوث ضخمة إلى درجة أنه قال إنه أخشى أن تتحول مصر إلى مقبرة كبيرة بالضد من هذا التوقع لأن هذا التوقع بدأ واقعيا جدا لما نعيد تأمل الوضع تعمل الدولة المصرية سواء بعلم بما قاله جمال حمدان أو بغير علم اللي هو توسيع المعمورة المعمور المصري مضاعفته تقريبا ثم التركيز في الفترة السابقة السبع سنوات أو الثمان سنوات على فكرة نشر العمران في قلب العمران في شبكة الطرق شبكة الطرق فيه ثورة في الطرق يعني طبعا مش هنحتكن بس المعايير الدولية مع أن الاحتكام للمعايير الدولية مهم جدا لأنه لا نعيش وحدنا في العالم لابد من المقارنة دائما بالآخرين الذين حاولون واسعون إلى النهوط إحنا خرجنا من خط سير التاريخ لعقود طويلة جدا وقفلنا عن نفسنا وقفلنا على أوهام وحطمة كل شيء لا فرصة للبكاء على اللبن المسكول إنما اللي حصل في الطرق بالذات وطبعا لن أعود فأكرر ما يقال حول 14 محور على النيل كل بين المحور والمحور حوالي 25 كيلو بدل ما كان 100 كيلو قبل هذه الثورة الطرق كان فيه 3-4 محاور في الصعيد يعني بين شرق النيل وغرب لأن الصعيد يعني مشتطيل وفيه شرق وغرب وهذه المحاور بيتيسر الحركة ما بين فكرة المناجم والمشروعات التعدينية في الشرق وما بين فكرة مشروعات أخرى في الغرب لما نجي نتكلم مثلا عن الذي حدث طبعا فيه فكرة مستقرة بتتكلم عن الطرق باعتبارها شرعين التنميع وهذا صحيح لكن طبيعي جدا أنه لا ممكن أن توجد شرعين من غير جسد يعني من غير جسد يعني الفكرة الأساسية التي تركض عليها ضرورة التوازن أو مش التوازن لانتقال في الانفاق الكبير فكرة المشروعات الكبرى إلى فكرة تصنيع البلد تمام طيب بلغت إجمالي استثمارات مثلا لو تكلمنا عن قطاع الإسكان في محافظات الصعيد بلغت 86.5 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة من 2014 ل2021 طبعا لو في حديث أثر ده إيه على المياه والمسكن الملائم للمواطنين هناك في حديث الأرقام طبعا الأرقام كبيرة جدا طبعا يعني مثلا في شبكة الطرق وحدها أنت عندك انفق هائل جدا وزير النقل بيتكلم النهاردة عن كريليون و700 مليار جنيه على شبكة الطرق على 17 ألف كيلو مترا جديدة أو مطورة بيكلم عن دخول في خطة أوسع عن تطوير 28 ألف كيلو متر وهذا غالبا مختصة بالطرق داخل محافظات ودخول مدر لأنه إلى الآن طبعا قياسا للثورة الهائلة والتطور الهائل اللي حصل في الطرق الواصلة بين المحافظات والطرق الطوالي والطرق وأنشأت كلها طبعا لمعايير دولي إنما بما تضمن استعب حالات الإمطار وحالات السيول وغيره إنما طبعا داخل المدن لازال طبعا تحس بالفرق كأنك كنت في عالم ودخلت إلى عالم آخر اللي هو الطرق القديم أيضا كلام وزير النقلة عن فكرة إنه إحنا مع واحد يناير اللي جاي فيه كلام عن مش احتفال تذكر آخر عربة قطار قديمة أو تكهين آخر عربة قطار قديمة اللي هو التجديد الشامل للسكة الحديدية المصرية إضافة لما نعرفه من السكة الحديدية الجديدة هو الطرق الحديثة في النقل ففكرة النقلة عموما تطورت قلب عملية يعني أكتر مجال جارة تطوير فيه هو فكرة شبكة الطرق طبعا في غير شبكة الطرق فيه شبكات أخرى تحتاج إلى تطوير شامل بدأ كتير منها في الصعيد افتتح في الزيارة السابقة شبكات مياه وصرف صحي وطبعا لما نفتح القوس على فكرة التطوير الريف أو تجديد الريف هنجد أن الصعيد بيحظى بالنصيب الأعظم وده أمر طبيعي جدا وعادل لأنه كان بيحظى بالإهمال الأعظم من قبل ففكرة تجديد نوعية الحياة في البلد دي مسألة مهمة لكن طبعا إحقات الرئيس اليوم لأن الرئيس إضافة لما للأشياء التي يفتتحها يكون الحديث عنها لكن كمان الرئيس بيستثمر هذه الإطلالات لطرح أراء أو أراء الدولة فيه قضايا عنها طبعا طبعا فيه قضايا ترحت من قبل تحدثنا فيها من قبل إنها تحتاج إلى منقشة شاملة اللي هي خاصة بالالتزامات الاجتماعية للدولة يعني لا يجب التسرع فيها على أي نحو اتنين هو طرح النهاردة فكرة التصنيع فكرة التصنيع من زاويتين مجمعات الصناعية التي جرى هو كلم عن هو كلم عن تقنين أوضاع الصناعة اللي هي غير مقننة وكلم عن تقديم تقنين أوضاع الصناعة غير المرخصة أو اللي احنا بنتكلم عنها في العلام تحت عنوين مصانع بيريس سيلي مورير وقال إن الهدف مش اتخاذ إجراءات يعني ضد أصحابها ولكن بالعكس الهدف إنه يصبحوا قانونيين وبالتالي يدخلوا في منظومة الصناعة المصرية أريد التركيز على هذه الموضوع لأنه كثير من توجيهات الرئيس وكثير من قرارات الرئيس وكثير من تصورات الرئيس الحقيقة كان منصفا جدا اليوم حين تحدث عن ضرورة تقييم تجربة المجمعات الصناعية راجل اتكلم ببساطة من 14 إلى 21 بنقيم مجمعات صناعية إلى أي مدى هذه المجمعات الصناعية احتضنت صناعات جديدة وإلى أي مدى وفرت فرص عمل لأنه هو في النهاية كل هذا طبعا توجيهات سابقة خاصة بترفيق الأرض جرى تنفيذ بعضها هو أتكلم النهاردة عن فكرة التعقيدات اللي أستخراج الأوراق وليه المتاهة ودي متاهة وأنا دايما بقول أن البرخصات التلعب دور سلبي جدا رغم التطوير حتى في القوانين الاستثمار وغيره الكلام عن تقنين المصانع غير المرخصة بيدخل في نطاق أوسط نعاني منه نتحدث عنه كثيرا يعني أنه فكرة الاقتصاد غير الرسمي وحجم الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل أو يسمونه اقتصاد الأسود يعني مش مهم التسميع أنه ما هو اقتصاد غير الرسمي طبعا فيه تقدرات مختلفة سواء للمؤسسات الدولية أو للخبراء المصريين لحجم هذا الاقتصاد لكن المعقول فيها أنها تدور بين 40 و60% من حجم الاقتصاد المصري خاجة التخوف فيه يعني هو مش غير رسمي عشان هو يبقى عاوز غير رسمي هو ببساطة فيه فكرة سائدة عن لعنة البروخراطية المصرية أنا لو دخلت في الشبكة دي مش هاخلص يعني هي دي المشكلة الرئيس اه اتكلم عن انه احنا مش محتاجينك عشان اه ضرائب او كذا او كذا وانا هنا استثمر الفرصة لأقول انه في اطار عملية تطور الصناعة لا توجد مشكلة فقط المصانع غير المرخصة توجد مشكلة المصانع المتوقفة او شبه المتوقفة وفي موضوع مشترك في تقديري بحسب ما اراقبه اللي هو فكرة الارض الارض المقام عليها المصانع في ناس اخذت ارض قبل كده بطريقة او باخرى وبتيجي الجهات دلوقتي تحاسبها عليها بقى سعر يعني انا ما اطرحه بتواضع فكرة بسيطة جدا انه الاراضي الصناعية يجب ان تطرح بحق الانتفاع لا حق الرقبة يعني مش حق التملك والتصرف اه مصر وتوزيع الارض وكذا وكذا واستثمرها في غير ما خصصة من عدد اتنين احنا محتاجين نسوي كل هذه المشكلات بحق الانتفاع اذا اقيم المشروع بعد مدى معين يمكن ان تتحول الصيغة العلاقة بالارض الى تملك او تأجير مستدين او غيره لانه الحقيقة هي عاملة ارهاق شديد لا اصحاب مش كل مصنعها صويرة انا ببساطة عاوز اشيل فقراسي اذا كنا عاوزين نصنع البلد ده اي حد بيعمل ابرة لان احنا زهقنا من انه موارد البلد ومقدرتها للدخارية ضاعت في مجالات سفهية واحنا مش محتاجين عقارات تاني اكتر من كده احنا محتاجين نركز على الصناعة وعشان كده اعفاءات الجمالك اعفاءات الضرائب حل مشكلات الارض مش بس المصانع جير مرخصة الرئيس يتكلم عنها لها المجمعات الصناعية لكن انا اقول ببساطة في بعض الصناعات مؤذية للبيئة او بعض الصناعات اقل ايزائها ما المشكلة ان يتسع التوجيه ليس فقط للانتقال الى المجمعات الصناعية الى حتى رعاية هذه المصانع وتقنينها واي في مكانها يعني احنا محتاجين نفتح البرجل لان احنا محتاجين الهدف الهدف تحويل اقتصاد المصر من طابعه الريعي الغالب الى اقتصاد انتاجي اذا كنا عاوزين نفتح السكة دي وعاوزين نستوعب الاقتصاد الرسمي استعاب الاقتصاد غير رسمي معناه زيادة مباشرة في حجم الاقتصاد المصر احنا اقتصاد المصر رقم اثنين عربيا ورقم اثنين افريقيا وممكن تكتشف باستعاب الاقتصاد غير رسمي ان احنا نكون رقم واحد فاحنا محتاجين هذه النقلة الرئيس يتكلم مثلا عن امل وحلم زيادة الطاقة التصدرية الى 100 مليار دولار احنا زدنا هذه الصدرات من 30 الى 35 مليار دولار سنوي هذا رقم هذه زيادة محسوسة لكنها اقل من المأمول بمراحلة احنا محتاج انه البلد تفتح تزيل العائق البيروقراطي تماما 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 لانه احنا بكثير من التوجهات الرئيسية بتيجي البيروقراطية بتقيد الطاقات فاحنا محتاجين هذه المسألة تولى عناية والرئيس ضرب المسأل بنفسه ما قالش والله احنا عاملين مجمعات صناعية قد كده هو طلب تقييم النتائج وده اللي احنا بالتأكيد هنتبه ونشوفه في الفترة اللي جاي انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الكبير السيد عبد الحليم أنديل شكرا لحضرتك وهنروح لفاصل بعد الفاصل مواجهتنا التانية النهاردة عن الجامعات الاهلية ستنون اهلا بحضرتكم من جديد هنتكلم دلوقتي عن الجامعات الاهلية دورها ايه واهميتها في تطوير منظومة الجامعات المصرية وتوفير نموذج متقدم من التعليم الجامعي والأي مدى الدولة نجحت في توفير هذا النوع من التعليم خلال الفترة الماضية بجودة عالمية كل ده وغيره من الأسئلة هنقشها مع ضيفي دكتور أشف حيدة الرئيس جامعة الجلالة الاهلية أهلا بك يا دور أهلا وسهلا يا فاند أهلا وسهلا هو يعني ايه جامعات اهلية وبتختلف ازاي او ايه اللي بيميزها عن غيرها من الجامعات الحقيقة الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت من خلال خمس سنين طبعا بناء على خطة الاستراتيجية للدولة للشيء الثلاثين كان لازم يحصل استكمال لمنظومة الجامعات والتعليم العالي في مصر من ضمن هذه المنظومة انشاء نوع جديد من الجامعات سمي بالجامعات الاهلية وهذه الجامعات هي طبعا جامعات غيرها دفل الربح الدولة استثمرت فيها يعني استثمرات كبيرة جدا انها تقلق نموذج للجامعات العالمية جامعات الجيل الرابع على ارض مصر والحقيقة دي لها مواصفات خاصة جدا سواء من ناحية الانشائية ومن ناحية التجهيزات وفي نفس الوقت من ناحية البرامج والمجالات اللي هي بيقوم اعضائي التدريس بالتدريس فيها في نفس الوقت اللي كانت الدولة بكل قدراتها بتبني هذه الجامعات الاربعة اللي هم اول اربع جامعات الاهلية اللي هي جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وجامعة العالمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة كانت مجموعة كبيرة جدا من اعضاء هيئة التدريس سواء داخل مصر او خارج مصر بيشتغلوا على ايه هي احسن برامج نمازج بتأدرس يعني بتأدي الى ان هذه العمليات التعليمية لما تقوم بالجامعات الاهلية الجديدة هتخلي الخريق قادر على ان هو يعني عنده قدرة تنفسية في محليا واقليميا ودوليا يعني هذه البرامج تكون زيها زي البرامج الموجودة في اوكسفورد يونيفرسيتي وهارفورد يونيفرسيتي والجامعات الامريكية العملاقة اللي هي معروفة وطبعا العالم فيه يعني امثلة كبيرة جدا من ذلك وبرضو من ضمن الشروط الرئيسية اللي كانت موجودة في انشاء الجامعات الاهلية ان يكون معاها توقمة مع احدى الجامعات الكبيرة اللي هي هايلي رانكدز يعني لها تصنيف عالمي تصنيف عالمي كبير والحقيقة جامعة الجلالة من ضمن الجامعات اللي هي كان يعني قريدي مع اريزونا ستيت يونيفرسيتي وهيروشيما كمان وهيروشيما في اليابان وهيروشيما يونيفرسي وإحنا نتكلم على برضو الجزئية دي لان احنا بالفعل بدأنا خلاص تقريبا يعني مع هيروشيما الاسادزة من جامعة هيروشيما بيقوموا بتدريس الطلاب عندنا في كلية الهندسة وبدأنا في كلية طب الاسنان وان شاء الله اللغة اليابانية قريبا ان شاء الله ممتازة هنروح للتفاصيل دي لكن فكرة الجامعات الاهلية بشكل عام ازاي بتدعم منظومة الجامعات المصرية دكتور أشرف؟ حيث اتكلمتنا عن الاهداف من وجودها لكن بتدعم ازاي بقى باقي المنظومة؟ لكن لازم يبقى فيه مثال حي على أرض الواقع بهذه الجامعات المتقدمة استكمالا لمنظومة التعليم العالي يعني الفرق بينها وبين الجامعات الخاصة فرق الحقيقة بقت نموذج تطبيق البرامج الحديثة تطبيق البرامج اللي هي بتأدي الى سوء عمل بتخالي الخريجي بقى قادر على التنافس فعلا البرامج مختلفة تماما وده أدى الى ان هذه الجامعات سواء الحكومية او الخاصة او البرامج اللي هي البرانش كامبسس اللي موجودة فعلا تصبوا نفس النظام وابتدت فعلا ان هي تقدم برامج متقدمة علشان الخريج بتاع السنوات القادمة هو الحقيقة مختلف تماما عن الخريج اللي هو في الجيل السابق يعني مثالا على ذلك الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجي والنانو تكنولوجي والماتيريال ساينس كل دي يعني برامج متقدمة جدا الجي اي اس اللي هي المعلوماتية الجغرافية دي حاجات هامة جدا في المرحلة القادمة وهنا الخلق التنافس واستكمال المنظومة ده هام الحقيقة يعني كان لازم ان هو يكون موجود كان صعب قوي ان الجامعات سواء الخاصة او الحكومية تصبوا الى هذه النقلة النوعية الكبيرة جدا اللي الدولة عملتها الاستثمارات من ناحية البنية التحتية ضخمة جدا النظام والقانون الحاكم برضو ما عندكش الحرية الكاملة في الجماعات الحكومية انك تستطيع انك انت تنشئ بنفس الاسلوب وان كان الحقيقة معالي الوزير والستاذ دكتور خالد عبدالغفار وفي المنظومة الحديثة للتعليم العالي الجماعات الحكومية هيبقى معاها كمان جماعات اهلية دلوقتي فيه 12 جامعة اهلية بتصبوا نفس المثار الذي قامت به الجماعات الاهلية الاربعة والحقيقة هنا يعني قدر اقول ان شكل التعليم العالي في مصر في خلال السنوات الماضية اتغير تماما وده له تأثير مباشر على سوق العمل وعلى الصناعة والمشروعات القومية الكبيرة اللي احنا قاعدين نسمع عنها طبعا دي هامة جدا لان مين اللي هشتغلوا في هذه المجالات خريجي هذه الجماعات بيتم اعدادهم ازاي هنعرف ده بس الاول قبل ما نكمل خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيتناول اهمية الجماعات الاهلية نشوف التقرير ونرجع نعرف ازاي بتعدوا الطلاب لسوق العمل الجماعات الاهلية تعدوا احد اهم روافد التعليم العالي في مصر ويتم تركيز الدراسات الاكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر او خارجها كما تؤهل البرامج التي تقدمها الجماعات الاهلية خريجية لان يكونوا فاعلين في مجالات عملهم تحظى هذه الجامعات باهتمام رئاسي كبير ودائما ما يشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهمية التعليم بالاسليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل وبالتالي ضرورة التوسع في انشاء الجامعات الاهلية وخلال عام 2021 شهدت الجامعات الاهلية العديد من الانشطة ففي جامعة المنصورة الجديدة تم الانتهاء من مبنى المعاملات القانونية الذي يستوعب جميع البرامج الدراسية التي تم افتتاحها هذا العام والانتهاء من تنصيق أعمال الموقع العام وتجهيز المعامل وأصالات الرسم والقاعات الدراسية وفرش السكن الجامعي أما جامعة العالمين فبدأت بها الدراسة في عام 2021 في ست مجالات دراسية وزاد عدد البرامج الدراسية بها إلى 19 برنامجا دراسيا وقد تم إعداد تلك البرامج بما يتواكب ويلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية وفي جامعة الجلالة نجحت الجامعة في الانتهاء من القطة الاستراتيجية الأولى لها كما نجحت في إجراء انتخابات أول اتحاد طلاب للجامعة كما نجحت جامعة الملك سلمان في وضع أسليب للتقييم الطلابي المناسب لنواتج التعليم المستهدفة وتحديد استراتيجيات التعليم والتعلم التي تلائم طبيعة الجامعات كجامعة ذكية تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة تتواكب مع احتياجات المجتمع وتؤهل الخريجين لسوق العمل بات أمرا وقعا اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتنفيذه من بين هذه الإجراءات التي تحققت على أرض الوقع كانت الجامعات الأهلية التي تقدم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة تمثل نقلة نوعية في التعليم العالي بمصر نرجع مرة تانية لدكتور أشرف حيد الرئيس مصنع بتاع الأطراف الصناعية وشافوا إزاي إن هما يستطيعوا يعني يشوفوا إيه هو المصنع شغال إزاي فبالتالي هو بيتدرب على نفس الأسلوب اللي هيؤهله إن هو يشتغل في هذا المصنع إحنا بنتكلم على مصانع يعني داتا مستوى عالي جدا من التقنية فبالتالي لما بيرجع في المعمل اللي هو بيتدرب فيه بيستطيع إن هو يعمل الموديلز يعمل كافة العملية التعليمية بالخطوات بتاعتها بحيث إن هو يقدر كمان يبتكر يعني من ضمن المقاومات الرئاسية إن إحنا نعلمه الإبتكار وكيف إن هو لما هينزل سوق العمل هيبقى عنده الإكسبوجر الأولاني يعني مش أول مرة يشوف سوق العمل لا ده هشوفه من سنة أولى في الجامعة طلاب الفنون والتصميم الحقيقة من أول سنة نزلهم الفيلد ونزلهم شافوا يعني المناطق اللي موجودة في مصر وإزاي إن هما يعني يعني قدروا يعملوا التصوير التقني العالي جدا إزاي يعملوا الموديلينج يشتغلوا على 3D Printing اللي هي الطباعة ثلاثية الأبعاد إحنا بنتكلم على تكنولوجيا متقدمة جدا لما الطالب في سنة أولى جامعة يستطيع إن هو يعمل الموديلز بتاعته بنفسه في المعمل ويعمل أول معرض للطلاب ويفتتحه مع علي الوزير بعد ستة شهور من بداية الدراسة الحقيقة هنا بيفجر في هؤلاء الطلاب القدرات بتاعتهم وبيديهم self confidence بيحسسهم إن فعلا لا ده الموضوع أنا هستطيع فعلا إن أنا أنتك شيء وهذا الشيء فعلا يبقى قدامي وأقدر إن أنا في يوم الأيام أبقى مبدع ومبتكر نفس القصة في مجال الطب في مجال التمريد في مجال الهندسة الزكاء الاصطناعي الحقيقة هناك ربط ما بين فكرة المشروع كلية العمارة يعني نزدهم العاصمة الإدارية وطلعوا فوق يعني البرج الآيكوني في مصر وشافوا قد إيه إن الميكانيزم الخطوات التنفيذية اللي هما بيدرسوها نظريا لا بيشوفوها على أرض الواقع كيف تنفذ هنا ده كلام مهم جدا لإنه هو ده اللي كنا بنقول عليه يعني التدريب العملي بس التدريب العملي فيه فرق إنه هو يبقى في المعمل فقط وإنه هو يبقى في نزول لسوق العمل كمان لسوق العمل ويشوف المجتمع ماشي إزاي إنه هو فريق عمل متكامل على فكرة الجماعات الأهلية بتفرق إزاي عن الجماعات الخاصة يعني ينفع إيما بينها وهل ينفع إنه طالب يحول من جامعة خاصة أو جامعة حكومية كمان لجامعة أهلية أم لا تمام أوكي طبعا ده يعني حاجة مهمة جدا حجم الاستثمارات اللي حصلت في الجماعات الأهلية في السنة في الثلاث سنوات الماضية كبير جدا إحنا نتكلم على مليارات الجنيهات تم استثمارها عشان نخلق جامعات اسمها جامعات الجيل الرابع يعني حضرتك التحول الرقمي وما يحدث من التفراط في هذا المجال كبير جدا هل القطاع الخاص هيستطيع إنه هو يعني يقوم بهذا العمل بنفس المستوى التي قامت به الدولة في الجماعات الأهلية هنا الدولة خلقت النموذج على القطاع الخاص إنه هو يعني يعني يستطيع في خلال سنوات قادمة إنه هو يصل إلى هذا المستوى من العملية التعليمية ومن عملية الإنشاء ومن عملية إنه يدخل الدولة كلها في منظومة تعليم عالي متكامل يؤهل الخرجين بتوعهم إلى الوصول إلى العالمية لازم يكون فيه توقمة في جماعات الخاصة يعني كما هو موجود دلوقتي حاليا في الجماعات الأهلية وطبعا بعض الجماعات قريدي عملت يعني هذا هذه التوقمة ولكن الاختيار أنهي جماعات تختارها علشان تبقى أنت على مصفة الجماعات العالمية ويبقى عندك القدرة التنافسية اللي فعلا هتطلع خريج يعني قادر على إنه يكون له مكانة وقدر على إنه هو يبتدي كمان يشتغل ويعمل ريادة الأعمال ويستطيع إنه هو يبدأ يصنع بنفسه ويفضل يفتح المحل Logistics and Supply Chain Management ده برنامج في كلية الاقتصاد في كلية البيزنس عندنا الحقيقة هام جدا لإنه ده يعني برضو بيعلم الأولاد إزاي يستطيعوا إنه هم يخلقوا العمل بتاعهم ويعني يبدأوا يعملوا Startups في المستقبل طيب السؤالي الأخير عن جامعة الجلالة هل اكتملت أوراً القدرة الاستيعابية للطلاب يعني أو عدد الطلاب اللي هتاخدوه السنادي وأخبار المدينة الجامعية كمان إيه انتهت التجهيزات والإيه الأخبار الحقيقة المدينة الجامعية هي مدينة جامعية كبيرة مش صغيرة يعني بدساع الاستيعاب بتاعها في المرحلة النهائية بتاعتها يستوعب أكتر من 2000 طالب في حجرات مزدوجة إحنا على مراحل السنة اللي فاتت فتحنا حوالي يعني 360 حجرة السنة دي ضعفناهم إلى حوالي 600 غرفة منهم غرفة فندقية في حالياً الحالياً دلوقتي حالاً في حوالي 800 طالب مقيم بجامعة الجلالة وده طبعاً شيء عظيم السنة الجاية إن شاء الله هنضيف أكتر عدد من الحجرات اللي هي المزدوجة والسنة اللي بعدها هتكتمل اللي هي حوالي 2000 طالب هيكونوا يستطيعوا إن هم يقيموا داخل الكمبس طبعاً ده إلى جانب الافتتاحات بتاعة مدينة الجلالة والهاوسينج اللي موجود هيبقى موجود والمجتمع اللي هو بينشأ في مدينة الجلالة إلى جانب المجتمع اللي موجود في عين السخنة لحقيقة بقى فيه تنافس على إن إحنا يعني يكون فيه قدرة استعابية أكتر في هذا المجال بالتوفيق دايماً يا دكتور بشكرك شكراً جزيلاً شرفتنا ونورتنا فن العافية فن شكراً لك شكراً لحضراتكم كان معانا دكتور أشرف حيدة رئيس جمعة الجلالة الأهلية إن شاء الله أشوفكم بكرة في المواجهة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة